ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الستوديو الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة اسكندرية أهلا بك والدكتور كريم الصفتي المدير الأقليمي للشرق الأوسط الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المقدمة والشريك التنفيذي لمؤسسة بيرسل أهلا بك أنا بس حابة أوضح للمشاهدين حاجة أنا ما قلتهاش في الإنترو إن كلية التجارة جامعة اسكندرية لما إحنا خلاص فعلا طلعنا بره التصنيف العالمي وكانت أحلام الدولة إن إحنا ندخل تاني في التصنيف وكان فيه توجيهات من الدولة ومن الرئيس السيسي إن إحنا أي جامعة خاصة تفتح لازم يكون عندها جنب الشهادة المصرية يبقى فيه شهادة أجنبية كانت أحلامنا إن يكون ده في الخاص لكن الحقيقة فيه تجربة عملتها كلية تجارة جامعة اسكندرية هي اللي حابة إن إحنا نستعرضها على حد كونارة أهلني دكتور أهل بك دكتور تقدر هيك تديني فكرة كده عن القصة مشت زي أهو في الحقيقة طبعا يعني أولا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة هو في الحقيقة طبعا مش بس كلية التجارة اللي عملت كده إحنا جامعة اسكندرية يعني في الحقيقة عندنا قيادة رائعة جدا عندنا للأستاذ الدكتور عسام الكردي رئيس الجامعة معاه نواب رائعين معاه مجدس جامعة رائع كانت الفكرة إن إحنا جامعة اسكندرية بالكامل عاوزين نبقى إحنا نخليها في الرانك بتاعها تبقى أعلى شيء إحنا دلوقتي تاني جامعة على مستوى مصر لكن عندنا طموح إن إحنا نبقى عالميين أكتر من كده بكتير فبدأنا في الحالة التفاقية دي مع المجلس الطبي يعني عندنا أربع كليات بتوع الطب عندنا كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية التمريد وكلية الصحة مع الصحة دول فعلا دخلوا في الاتفاقية ودي جامعات حكومية ودي كلها جامعات حكومية وبدأنا كمان إن إحنا نفكر كمان في كلية التجارة جامعة الأسكندرية لأن في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت في الانترو وقلت ما فيش حاجة البيزنس ما بدخلش فيها أيوه فالبيزنس فكلية التجارة هي من يعني من الكليات المؤهلة جدا إنها تبقى من الجامعات أو من الكليات الرائدة في الديول دي جري وفي على مستوى العالم كله يعني معنى كده إن الطالب يتخرج من كلية التجارة عند حضرتك أيوه معاش هادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية إنه متخرج في مصر ومعاش هادة تانية أيوه بتقول إنه متخرج من جامعة معتمدة ولها رانك عالي من إنجلترا صحيح وهو ده التعاون اللي بين حضرتكم أيوه بالضبط كده طب دكتور كريم